يهاما عليكم كيف حالكم رح نكمل معكم شرح المسكينات حكينا كل اشي عن البارسانول اليوم راح نكمل معكم بالجرعة جرعة الامول او جرعة البارستامول للاطفال راح نحكي لكم كيف نحسب جرعة البارندس تمام خلنا نشرح لكم يا جماعة شوية شوي اول اشي سulatesكون لن حفظين هاي اشي اللي هو انه جرعة البارستامول هو 10 لا 15 ميلي جرام بير كي جي كيو فور سيكس اور. تمام? يا لازم نكون عارفيني الوزن. الوزن الطفل. تاني اشي يا جماعة انه الواحد مل فيه تقريبا عشرين نقطة. تمام? هاي لازم نكون يا جماعة ايش? حفظينها. وكمان لازم تكونوا حفظين ان هي ميت ميلي جرام. الميت ميلي جرام. فيها واحد مل. تمام? هلا هاي بتكون موجودة على العبوبة تبعت الامول. هسأل ارجيكم اياها. ليش? عشان نستخدمها في الحساب. سأرجوكم اياها. زي ما انتش شايفين هون. مفروض تكون مكتوبة. مش موجودة. بس موجودة على العلبة انه كل ميت ميلي جرام بواحد مل. تمام? نفرض يا جماعة انه وزن الطفل الويت تبعه خمسة كيلو جرام. تمام? نستخدم القانون اللي هو عشرة. ده خمسطاش ميلي جرام بير كيجي. يعني نضرب العشرة ضرب وزنه خمسة. في عنا رنج. اللي هو الخمسطاش ضرب خمسة. تمام? بطلع معنا خمسين وخمس سبعين ميلي جرام. تمام? هلا عنا طلعنا اللي هو ايش? ميلي جرام. طلعنا قديش الطفل ما بده ميلي جرام. بس احنا عنا بدنا شرب. بنا نستخدم ميل نستخدم قطارة. فهنا مكتوب على العبوه اللي هو ميت ميلي جرام. فيها واحد ميل. طب احنا لما حسبنا هسا شو حكي انا خمسين. اول واحدة هي لخمسين. خلنحسب عن خمسين قندلاش بطلع معنا ميل. ضرب تبادلي. بطلع معنا يا جماعة. هي بوينت ميل. تمام? التاني خلنحسبها انا ميت ميلي جرام. واحد ميل. اذا خمسة وسبعين ميلي جرام. كم فيها ميل؟ ضرب تبادلي. بطلع معنا كمان التاني بوينت سبن فايف ميل. هلا كيف نحسبه يا جماعة? احنا حسبنا بالملات. يعني هاي الميل نفرض مثلا انه مش امولدروب. نفرض انه شراب زي الريفانين وزي الادول بيكونوا شرابات. بس بتعطوهم بتحكيو لهم بتحكو لهم مثلا اه طبعا هو يعني هاي جرامات كثير قريلة. نفرض مثلا خمسة ميل طلع معنا. خمسة ميل. بنحكي له خمسة ميل كل اربع ساعات. كل ست ساعات. زي هيك. تمام? عسل عشان احنا عنا امور ضرب. لا رح تكون الحسابات غير شوي. حكينا واحد ميل. تمام? عشرين. طب احنا قديش طلع معنا كل واحدة منهم. طلعنا بواحدة بوينت فايف ميل. قديش ضرب بدنحتاج? بطلع معنا يا جماعة عشرة ضرب. عشرة ضرب. بنحكي لهم عشرة ضرب. يعني بنحكي لهم اعطوا للطفل عشر قطرات كل اربعة لست ساعات. تمام? نحسب لتانية. حكينا واحد ميل. اللي هو عشرين. دروب. اذا عنا بوينت سبين فايف ميل. قديش بطلع معنا للدروبز? بطلع معنا يا جماعة خمستاشن نقطة. نحكي له خمستاشن نقطة كل اربعة لست ساعات. تمام? اذا انها مش تحفظوها يا جماعة. ليه جرعة البارس تمول هو عشرة لخمستاش ميلي جرام. بر كيجي كيو فور دو سيكس اور. تمام? ويا جماعة شرح نحن نحكي لكم عن الريفانين او الشربات طبعة الاطفال هم الريفانين والادول باختلاف اسماء تجارية مثل الريفانين او شركة الحكمة. كيف? كيف ينميز بين هاي الريجولر سترينكث والدبل سترينكث. الريجولر سترينكث يا جماعة العادي. اللي هو بيكون تركيزه. اللي بيكون تركيزه يا جماعة. اللي هو مية وخمس وعشرين ميلي جرام لكل خمسة ميل. تمام? هاي بتنعطى. تمام? عادي تحت السنة. اقل من سنة عادي. اما الدبل اللي بيكون فيها متين وخمسين ميلي جرام لكل خمسة ميل. بتنعطى فوق السنة. هاي الفرق بينهم. تمام? هسا كيف نحسب جرعاتهم? عادي يا جماعة زي اللي ما علمتكم قبل شوي. بس هنعطيكم مثال. مثلا. اجاكم. نفرض انه وزن الطفل. تمام? وزنه عشرين كيلو. تمام? حكينا عشرة لخمسطاش ميلي جرام بير كيجي. بنضرب الوزن عشرين ضرب عشرة. ورينج لخمسطاش. احنا يا جماعة هادا الرينج. ان احنا ممكن نعطي طبعا. ممكن تعطي انت مثلا نفرض معك تلع معنا بعد ما نحسب بالمل. تمام? نفرض طلع معنا رينج مثلا خمسة ميل لعشرة ميل. عادي اعطي خمسة اعطي ستة اعطي سبعة اعطي تمانية اعطي تسعة اعطي عشرة. المهم بتكون بين الرينج. حكينا خمسطاش ضرب اللي هو عشرة. فبطلع معنا الرينج بالويت بالميلي جرام. بطلع معنا متين لتلاتمية. تمام? كيف نحسب الميل? حسب التركيز عندك مثلا طفل فوق السنة. تمام? تعطيه bdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb تعطيها 4 مل كل 4 6 ساعة لو حسبنا ال 300 لما وتحسبوها انتو حسبوها لحالكم 300 بدتى معكم 6 مل بدى ان تطلع معنا الرنج من 4-6 مل انا مثلا بطلعي ملعقة 5 مل ملعقة صغيرة خمس مل كل 4-6 ساعات او ممكن داعطي اربعة انا اذا كان محنا عنا سرنجة وبنقدر نتحكم بكمية المل 4-6 مل كل 4-6 ساعات وبس هيك يا جماعة هاي طريقة حساب لجرعات زي هون شايفين يا جماعة في عنا باندا الباندا عادة لشركة الوافي بس انه اختلاف الأسماء التجارية بس كلهم يحتوي على بارستامول تبوا بس ل الثبعو هاي يا جماعة في اشياء كثير سهلة عشان حساب الوزن عشان مثلا انه شوي فيها صعوبة معاني انا بحس الوزن اسهل بس انه في ناس تمشي حساب العمر تمام مثلا من شهرين لثلاث شهور نعطي اثنين ونص لثلاثة واربع اللي هو الملي من ثلاثة لستة اشهر نعطي تقريبا لخمس مل فكل عمر ماشي نعطيه اللي هو حسب المل حسب الويت كمان فيه كالكوليوتر كمان اسمها بيدي دوز بيحكوا عنها منيحة وانا نزلتها فممكن تستخدموها لحساب اللي هو الجرعات خاصة لأطفال يعني موضوع الأطفال صراحة كثير صعب لانه مش كثير بتركز عليه اثناء درستنا في عنا أدول اللي هو تحميد أدول في عنا جماعة تركيزين لهم اللون الأزرق اللي هو من ستين للمية وخمس وعشرين ما سمعنا من هنا غير عنا بمية وخمس وعشرين بتلطعت وتحميله واحدة كل اربع ل ست ساعات أو عند الحاجة تمام؟ من سنتين وأو تحميله او حسبتوهم ٢٢٥ ملي جرام كل اربع لست ساعات او طعته تحميله واحده هو 250 ميلي جرام فوق من ست سنوات ل 12 سنة تمام نعطي اللي هو العادي بنعطي 250 وافضل نعطيه اصلا فوق 12 سنة بلش نعطيه حبوب اللي هو ال 500 ميلي جرام اللي بتنعطيه كل اه ست ساعات فهاي الفرق يا جماعة الادول 125 وعننا 250 الادول 125 و250 نفضل نعطيه فوق السنتين وتحت السنتين نعطيه 125 ميلي جرام زي ما انتم شايفين هون الصورة في عنا ريفانين تركيز عادي وركيز مضاعف اللي هو الريجولر وفي عنا جماعة بيكون كلمة اكسترا بيكون ضيفين للبانادول اللي هو الكافيين حكينا فريش اشان نزود الافيكاسي تبعته واشان اه يعني افضل لصداع وبحسن الصداع بطريقة اسرع في عنا باندا في عنا كمان نفس اشي باندا نفس اشي جماعة باندا بارستامول في عنا اكسترا اضافوا عليها كافيين وعنا العادي اللي هو ابيض وعنا الاحمر اللي هو ضيفين عليه كافيين وحكنا لكم ممكن ينضف له اه فين الافرن اللي هو اللي حكينا ايش اللي هو دي ليش اشان الناس اللي بعانوا من الكولد بعانوا من الجيوب ممكن نضف لهم هاي التركيبة عشان يزود عنا يحسن عنا هاي الاعراض اللونه هاي الاصفر وعننا اخر اشي اللي هو فيفارول فيفارول عنا ادفانس في عنا اكسترا الاكسترا نفس اشي بضوفوا عليك كافيين حكنا لكم ليش اشان يزود عنا اللي فيكيسي وبس ايك يا جماعة عن البارستمول ان شاء الله يا رب يكون افدكم عنكم اي اشي حابين احكي عنه احكولي عنكم اي معلومة احكولي اياها عنكم اي طريقة حابين نشرح فيها كل اشي اي مادة اكتبولي بالتعليقات وشكرا لكم وعطيكم العافية والسلام عليكم اشتركوا في القناة